بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الواقفين بحق وصدق على باب الله من كل مشرب ومذهب وطريق إلى يوم الدين وعن أولياء الله في السالفين والخالفين وعنا وعنكم إن شاء الله وبعد مشاهدين الكرام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم على مائدة شموس العارفين في تقلب الساجدين رجال شأنهم ذكر وفكر وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق مؤدى لمن سألوا ومن لا يسألون فقد باعوا النفيس ولم يبالوا فما باعوه بل هم يشترون أولئك أولياء الله حقا كانوا على قدر وكانوا يتقونا شمسنا اليوم شمس العارفين وإمام المحققين وتاج السالكين أستاذ الأساتذة ومعدن الجهابذة شيخنا وأستاذنا وطريقنا وقدوتنا وملاذنا إمام الأئمة وبدر التتمة سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه شيخ الطريقة الشاذلية ومؤسسها ومن إليه نسبة السادة الشاذلية في العالم كله هو سيدي علي بن عبد الجبار الشاذلي المغربي قبل ما خش في التعريف بسيدي أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه يعني خلونا نتكلم عن فكرة الطريقة الشاذلية أو الطرق لأن احنا طبعا اتكلمنا قبل كده عن التصوف وقلنا التصوف مش فكرة طريقة التصوف رقم واحد منهج علاقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى طريق بينك وبين الله لا يغني عنك فيه غيرك علاقة بينك وبين ربنا لا ينفع أن عرفها ولا ينفع حد غير يعرفها ولا ينفع حد غير ربنا يطلع عليها ده خلاصة موضوع التصوف طيب ايه الطريقة الشاذلية أو الطريقة النقشبندية أو الطريقة المهدية أو الطريقة الأحمدية أو الطرق كتيرة الموصلة لطريق ربنا سبحانه وتعالى الإمام البصيري فلوق البردة يقول إيه يقول وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديامي إيه الطرق دي إحنا عندنا في مصر بس 76 طريقة 76 طريقة على اختلاف بقى توجهتهم وأشكالهم وألوانهم السادة التيجانية والسادة الشذلية والسادة النقشبندية والسادة الأحمدية والسادة البيوماء وغيرهم 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 لكن خلونا نشوف إيه فكرة الطرق قالوا كل إمام من الأئمة صحابة سيدنا النبي كان له مدرسة مدرسة عبد الله بن عباس مدرسة عبد الله بن مسعود مدرسة الإمام جابر بن عبد الله مدرسة السيدة عائشة مدرسة 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 دول تلقوا من سيدنا النبي فكان لهم مدارس التابعين كذلك بقى لهم مدارس تابع التابعين كذلك لهم مدارس الأصول اللي بتجمعهم كلها من القرآن ومن سيدنا النبي في القرن الرابع والخامس الهجري اللي احنا قلنا بعد تدوين علم التصوف وكتب التصوف بدأ كل مدرسة من دول ينفرد بحال معين ووضع معين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جماعة خصال الخير يعني الشجاعة لها عند سيدنا النبي الوفاة لها عند سيدنا النبي الكرم عند سيدنا النبي الإخلاص عند سيدنا النبي الصدق عند سيدنا النبي الحب عند سيدنا النبي القرآن عند سيدنا كل الخير ده محتوط عند سيدنا النبي مدارس التربية بدأت تختلف شيخ يشتهر عنه أنه كريم قوي ويمشي في حاله بلفظ الكريم وبيذكر مع ربنا سبحانه وتعالى أكتر اسم غالب عليه يا كريم يا كريم فتلاقيه في حاله كريم في أقواله كريم في أفعاله كريم فيبقى له مدرسة منسوبة يقولك الشيخ فلان ده مشهور بالكرم في كل مريديه يمشوا على منهج الشيخ قالك سر وصول الشيخ ده أنه كريم والشيخ تاني جيلاني يقول طرقت أبواب السماء وأنا بدور على باب ربنا كده فوجدت الأبواب كلها مزدحمة لقيت الناس كتير طلع على بواب ربنا أصدى طريق ربنا غير باب واحد لم أجد عليه أحد وهو باب الذل والانكسار فوقفته فيه فبقى سر الشيخ عبدالقادري الجيلاني الذل والانكسار وشيخ تاني يشتهر عنه الذكر وشيخ تالت يشتهر عنه الشجاعة وشيخ فبدأت المدارس هنا تتلقص المدرسة الشذلية اشتهرت بإيه قاله مدرسة المحب غير مدرسة الإمام أبو حامد الغزالي أبو حامد الغزالي مدرسته مشهورة بإيه المجاهدة يقول لك رقم واحد عندنا أشوف نفسي فأأم طلعها على إيدي كده ومربيها ومأدبها ومجهدها وعمل فيها وعمل فيها وعمل فيها وعمل فيها مدرسة سيد أبو الحسن يقول لك لا إحنا بندخل على ربنا من بابين اتنين لو أنا مذنب أقول قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم تب لو أنا طائع أنا أصلا ما ليش طاعة إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد أنا بعبدك هو وإياك نستعين لولا أنك أعنتني على عبادتك ما عبدتك يبقى أنا أصلا ما عبدتش هو كل الأمر منك وإليك فقالوا دي سر المدرسة الشزلية من هنا انتشرت المدارس كلهم يرجعوا فين يغضوا منين من سيدنا النبي اللي هو حوى جماع الخير كله مدرسة تشتهر بالذكر مدرسة تشتهر بالجود مدرسة تشتهر بالمحبة مدرسة تشتهر بالأخلاء مدرسة تشتهر بكذا مدرسة تشتهر بكذا فبقت مدارس ومربين في طريق لربنا سبحانه وتعالى وفي أدب والسنة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد علي ابن عبد الجبار الشذلي المغربي اتولد في بلاد فاس في المغرب وانتقل في مصر عاش حياته في المغرب طالب للعلم حفظ القرآن الكريم حفظ سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الفقه حفظ كان مالكي المذهب على مذهب الإمام مالك ابن عناس المغربة دايما كلهم زي ما قلنا المغرب العربي كله عندك الجزائر عندك المغرب عندك تونس حتى الصعيدة عندنا السودان الصعيدة عندنا وجهي ابلي كله تلاقي كله ماشي على المذهب الملكي لأننا جايبين من السودان ومن توجه المغرب العربي فسيدنا الإمام أبو الحسن على عادة البلاد كان مالكي المذهب حفظ القرآن منذ نعومة أظهاره ترقى في الطريق والتأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نعومة أظهاره سمي بالشاذلي قالوا لها نسبتان النسبة الأولى إلى شاذلة البلد بتاعته قرية بعفاس اسمها شاذلة النسبة التانية أنه سمع نداء من قبل الحق يقول يا أبو الحسن أنت شاذلي شاذ لي ولذلك قالوا سمي شاذلي أنه تساءل مع الحق يعني كان الإسم تئل عليه فبقول يا رب لما سميتني الشاذلي وأنا أقرب من يتعبد إليك بأحواله يعني الناس كلها مشهورة عني بالشاذلي بالشاذلي بالجاذلي فجاءته رؤية تقول يا أبو الحسن أنت شاذلي يعني أنت شاذ للحق سبحانه وتعالى بداية أمره راح العراقة يدور عن قضب الوقت كل زمان له شيخ الشيخ دون هو المربي العارف المؤدب القائم بحدود الله القائم على منهج سيدنا رسول الله سيدنا النبي قال عنه كده أن يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها فكل مئة سنة الناس بتدور نجيب الشيخ بتاعنا منين نجيب اللي يأخذ بيدينا في طريقنا إلى الله نجيب اللي قوم إذا رفعت حواجبهم قضيت حوائجهم نجيب من أقسم على الله لأبره فراح العراقة يدور على الشيخ القضب فأبل سيدنا أبو الفتح الواسطي الإمام أبو الفتح الواسطي كان من أعلام العراق والأسماء إشارة هو اسمه أبو الفتح الواسطي ألم الواسطي نسبة إلى أنه واسطة بينه وبين شيخه فلما أبله قال له جئت تبحث عن قضب الزمان أنت جاي تدور عن شيخ الوقت قال له نعم قال لقد خلفته وراءك في بلاد المغرب أنت جاي تدور عليه في العراق وهو أصلا عندك في المغرب قال ومن هو قال هو الإمام عبد السلام بن مشيش الإمام عبد السلام بن مشيش مدفون في المغرب أيضا في فاس فرجع سيد أبو الحسن الواسطي النسبة إيه بقى إن الواسطي دل على شيخه فكان واسطة بين أبو الحسن وشيخه عبد السلام بن مشيش قال له لا دا أنت جاي تدور عليه هنا دا هو عندك في المغرب رجع سيد أبو الحسن الشزلي رضي الله عنه وقالطاه يدور على شيخه في بلاد المغرب وصل لسيد عبد السلام ابن مشيش في قريته فوجده متعبدا لله سبحانه وتعالى قائما له على ظهر جبل لما وصله كانوا بالليل الوقت اللي هو وصل فيه شيخه كان الجو ليل فصاعد يسأل عنه فلقف مناجاه لقى الشيخ ده بيصر لقيام ليل فلقى بيدعي ربنا الإمام عبد السلام ابن مشيش بالمنازبة لو صلى جميلة أو على سدن النبي يريد كلك تقرأوه الصلد فيها أسرار و جمال بيقول اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجزت الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الجبروت بزهر جماله مونقة وحياض الملكوت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لو لا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاقة من أجمل هي صفحة وشرحت من عدة علماء يعني قربت خمسمائة شرح الصلاة المشيشية فسيد أبو الحسن جه يدور على الشيخ لا الشيخ على ظهر الجبل بيصلي قيمليل وهو بيصلي بيدعي ربنا يقول له إيه يقول له اللهم إن الخلائق يسألونك هداية الخلائق لهم الناس بيدعوك يقول له يا رب تهدلنا الناس وتهدلنا أحوالنا وتهدلنا المعلم بنتعامل معهم كلنا بندعي الدعوة دي وأنا أسألك عوجاج الخلائق علي قال له الناس بيقوله لك يا رب تهدلنا وأنا بقولك يا رب يتعوق علي اللهم إن القوم يشكون إليك حر التدبير وأنا أشكو إليك برضى التسليم حر التدبير إنه يبيع ويشتري ويجيب من هنا ويعمل هنا ويرتب اللهم يضبر يعني ولذلك مدرسة سيري بن عطاء الله اللي المدرسة الشزلية عمل كتابك برسم التنوير في إسقاط التدبير ألا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك سلم لنا الأمر تجدنا أولى بك منك وسيدي أبو الحسن نفسه يقول إذا أردت الإختيار ففر من اختيارك إلى اختياره فإذا ألزمت بالاختيار فكن على يقين وربك يخلق ما يشاء ويختار لها مقام التسليم أوي كلمتين تقال على سيد أبو الحسن يا رب الناس بتسألك هداية الخلائق ليهم وأنا بقول لك اعجاج الخلائق علي يا رب الناس بيشكو لك حر التدبير وأنا بشكو لك برد التسليم ألبس الشيخ في حال دلوقتي سيب الشيخ يخلص صلى والصبح أطلع له طلع له الصبح قال له يا سيدي جئت باحثا عنك من بلاد العراق وسمعتك البارحة تتوجه إلى السماء وتقول اللهم إن القوم يسألونك هداية الخلائق لهم وأنا أسألك عوجاج الخلائق علي وإن القوم يشكون إليك حر التدبير وأنا أشكو إليك برد التسليم يا سيدي ما هذا قال يا أبا الحسن إن القوم يسألون الله هداية الخلائق لهم وفي هداية الخلائق استغناء عن الخالق لما تلاقي العملية مشي من هنا ومشي من هنا والرزق مبسوط من هنا وامرتك كويسة معك من هنا والولاد كويسين من هنا واللي في الشغل معك كويسين من هنا فتحس إنك في مقام أهل اللابي يسموه في التصوف كده مقام البسط تحس إنك مبسوط وفرحان ومش ما فيش كلام من قالوا في البسط فرح بالنعمة فتلاقيك فرحان بالناس وفرحان بالخير وفرحان بالفلوس اللي في إيدك وفرحان بالعربية اللي تحتك وفرحان بالعمارتين اللي معاك وفرحان بالكم حساب اللي بتوعاجل في البنك لإن الدنيا مهديالك بيقوله بقى وأنا بسألك عوجاج الخلائق بإسم مقام القبض نراتي تبقى مديقاني العيال مزهئني الدنيا معنكلة قالوا لأن القبض تعلق بالمنعم تاني في البسط كلنا فرحانين بالنعمة فرحان باللي في إيديك فتحجبك النعمة عن المنعم فتلاقي كل شغلك تعلق باللي بين إيديك تعلق بالعيال تعلق بالمدام تعلق بالوظيفة تعلق بالمنصب تعلق بالفلوس تعلق بالأراضي تعلق بالعقار أي حاجة ما دي كلها نعم فتلاقي نفسك النعمة دي حجبك عن المنعم تابوا في القبض بقى لما تبقى معنكلة من هنا ومعنكلة من هنا تقول له ماليش غيرك أبت واصبح فتبها روح لمين تبهت قفلت من هنا انت اللي هتهديه تبهت سدت من هنا انت اللي هتفتحها فدايما تلاقيه يقول له يا رب لو دول بيسألك كده أنا بسألك انهم يبقوا معوجين قالوا ليه قالوا لان مدرسيتنا يا ابني ان احنا نتعلق بهو ودي عادة البشر سبحان الله ساعة ما يمسهم خير يقول له خلاص كلنا في ساعة ما يمسهم در يقوله بس در فقال له دي الأولانية قال له طب ايه حر التدبير وبرد التسليم قال له كل الناس عملا تدبر 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 اما انا فانا اشكو الى الله من شدة التسليم انا مسلم له فخشيت ان يقعدني التسليم عن الشوق للكريم ده انا من شدة البرودة اللي في قلبي من يمة التسليم ان انا خايف التسليم ده ما يبقاش في حر الشوق للقاء الله جي سيدي ابو الحسن خلص رحلته مع سيدة عبدالسلام ابن مشيش اذينا له ان يؤسس الطريقة الشذلية جي مصر سنة خمسمية واحد وسبعين هجرية جي الاسكندرية اتربى تحت ايده سيدي المرسي ابو العباس اقام المنهج والمدرسة الشذلية وفي طريقه الى الحج رضي الله عنه ارضاه دفن في حميثرة اقصى الصعيد بالقرب من البحر الاحمر كان رايح يحج هو تلميز سيد المرسي ابو العباس جاء تلمانية وهو في طريقه دفن هناك لو مقام معهود يزار هناك كلنا بنزور سيدة ابو الحسن بتحجوا في سيدة ابو الحسن لا ما بنحجش في سيدة ابو الحسن بنزور سيدة ابو الحسن بنزور ابن بنت هو منسوب لسيدنا النبي اصلا هو حسيني بنزور والي من اولياء الله بنزور منسوب لأهل العلم بنزور منسوب للاخلاق المحمدية اي حد يقوله غير كده يقوله كلام مجنون يقولك احنا بنحج في سيدة ابو الحسن سيد عبد الوهاب العفيفي احنا كلنا الحمد لله بنزور سيد أبو الحسن لكن سيد عبد الوهاب هو لا يحكي تبكده أليا برق قبل وصولنا لحميثرة بلغ سلام العاشقين معطرة واشرح لهم حالي وطول تلهفي ومدامعي تجري عقيقا أحمر يا ساكنين بمهجتي وديارهم شطت مزارا في صعيدي حميثرة بالشاذلية بالشاذلي القدوة القبرى فلذ أليك أنسب ثم يلحقني أذى أفلا يغار عليك يا ليث الثرى يا شاذلي أجري كؤوسك وسقنا من خمرة تركت سنين وأعصرى لا تسقنا إلا قديم خموركم حتى ترانا لا نحس ولا نرى ألقي إليك مقالتي وحوائجي لا أبرح الأعتاب حتى أجبره خمرة وحوائج هي إيديا الخمرة المقصود بها في كلام الشيخ خمر المحبة التي عبر عنها الأئمة شربناها إلهية بكاسات سماوية معتقة معبقة مروقة لدنية ذهلنا لما ذقناها وقلنا إنها هي ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى ودفنا هناك رضي الله عنه وأرضاه وأمدنا بمدده ونفعنا بأنواره وعن أولياء الله في السالفين والخالفين أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل قول وعمل أردت به وجهه فخالطني فيه ما ليس له أترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء بكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة